طيب تحبيت كلمة للوقت على المجموعة السادسة ولا تسمع مني شوائل؟ أسمع منك سوائل تسمع مني شوائل طبعا إيه رأيك في الناس اللي بتبقى طلبة من المدير الفني المنتخب مصر من لعيبة منتخب مصر إنه يبقى فيه وعد بالفوز بكاس الأوم الأفريقية؟ يعني هو طلب مش منطقي يا كريم بالمرة يعني ما فيش أي أنا ما تذكرش يعني في كل البطولات بتاعت الأندية وبتاعت المنتخبات سواء محلية أو أفريقية أو حتى عالمية وأوروبية فيه ناس هنا مش معاية همتكلم في حقيقة رحمة زيين مجموعة السادسة اللي هو لا خلينا على جنبي يعني بس يعني يالله بشك لأن البطولة أو خصوصا كمان بطولة مجمعة بتتلاعب في أرض أفريقية فيها العديد والعديد من الظروف يعني برة كمان بقى أنا بتكلم البطولات البرة المنظمة اللي بيبقى فيها تحكيم بشكل عامل إزاي بيبقى فيها ملاعب ظروف الإصابات مش موجودة موضوع صعب جدا يا كريم إن أنا كمدير فني إن أنا أقدر أواعد بحاجة وخصوصا كمان إن روي فيتوريا جاي على مشروع طويل الأمد وإحنا مش عايزين ننسى الموضوع ده ومش عايزين نتائجنا إن شاء الله بإذن الله تبقى نتائج إيجابية بس لو لقدر الله النتائج مش على مستوى التوقعات مش عايزينها تأثر على المشروع اللي إحنا بدأ نقام مع فيتوريا ونوين نكملهم معايا والراجل ناوي يكمل معنا اللي أربع السنين ونشوف نتيجة المشروع كلنا شفنا اليو سي سي لما أخفق أكتر من مرة وقدر في الآخر إن هو يتوج المشروع السنغالي في اليو سي سي والثقة بتاعة التحادس السنغالي في اليو سي سي بكاس الأمم الأخيرة لما حصل عليها فأنا بالتالي شايف إن دي يعني مطالبات غير منطقية وإن الراجل ما ينجرش وما ينجرفش للمطالبات دي ويريح الناس أيما بيقولوا ويوعد بحاجة ده قمة في الزكاة من رويه فيتوريا وده اللي يقول إن رويه فيتوريا فعلا مركز في شغله وإن شاء الله هينجز بإذن الله المجموعة السادسة من وجهة نظر الكريم شايف إن هي من أضعف المجموعات اللي موجودة في بطولة كاس الأمم هما ست مجموعات هي من وجهة نظر أضعف مجموعة لأن فيها فارس قوي جدا وفيه ثلاث منتخبات مش على مستوى القوة بتاع المنتخب المغربي منتخب المغربي طبعا كلنا عارفين هاتوا أجباء شغلوها أول مجموعة المغرب وتنزانيا والكونو وزنبي بالضبط والغريب في المجموعة دي يا كريم إن ثلاثة من أصل أربع فرق في المجموعة موجودين مع بعض في مجموعة تصويرات كاس العالم المؤهلة من قرة أفريقيا فيعني المنتخبات كلها هتواجه بعض أكتر من مرة تقريبا كل منتخب هيواجه المنتخبات اللي معايا تقريبا مرتين ومرتين كمان في كاس الأمة فبالتالي المغرب طبعا طبعا أتمنى المغرب هتسعد هتسعد مين يسعد معاه طيب إحنا نتكلم بس على الورق المنتخب الكونغولي أظن ممكن يكون أقرب من منتخب الزنبي والمنتخب التنزاني المنتخب المغربي يا كريم بس فيه حتة صغيرة جدا أنه ما تظهرش لعيبة كتير يعني ما ظهرش لعيبة كتير أو يعني قايمة اللي شاركت في كاس العالم ده شيء جايد 2022 شيء جايد بس نفس الوقت برضو اللعيبة التقلقت مع المنتخب المغربي سواء سوفيان رابط أو يوسف النصيري ما شفناش إن فيه تقلق كبير بعد مشاركتهم في كاس العالم خصويا كمان المنتخب المغربي واجهة ناظري عنده مشكلة شوية عنده مشكلة في الأطراف الهجومية آه هم عندهم حكيم زياش وعندهم سوفيان بوفال بس الاتنين ما عندهمش مساهمات تهدفية كبيرة جدا كل الاعتماد على لعيبة خط النص وعلى يوسف النصيري بس اللي البديل بتاعه مش على نفس المستوى هو أيوب الكعبي لعيب محلي بالمعنى يعني مش لعيب على المستوى الدولي يقدر يبقى بديل يوسف النصيري فده الحاجة الصغيرة بس اللي أنا واخد بالي منها من المنتخب المغربي اللي أنا ما شفتش تطور ما بعد الإنجاز طبعا الحقوقه في كاس العالم 2022 من نتكلم بقى على منتخب التاني في المجموعة المنتخب الكنغولي اللي بيدربه سباستيان دي سابر طبعا اللي ضرب في مصر واللي ضرب نادي بيرامدس والنادي الإسماعيلي بالضبط هم منتخب جيد جدا على المستوى العناصر الهجومية اللي موجودة في المنتخب في أكتر من عنصر احنا نعرفهم كجمهور كرة مصرية طبعا في السمايلي بالنسبة لبيرامدس بنتكلم كمان على جاكسون موليكا اللي كان متابع من النادي الأهلي واللي هو بيلعب دلوقتي في تركيا عندهم أكتر من عيب عندهم يوان ويسا مثلا اللي بيلعب في برينفرد الإنجليزي لكن على مجمل التشكيلة مش تشكيلة قوية قوية احنا بنتكلم ان هم في التصييات المؤهلة لكاس العالم هم في المركز الثالث وراء السنغال والسودان واتغلبوا من السودان بس مش المنتخب المخيف لكن في نفس الوقت برضو مدرب عنده سي في قوي جدا في أفريقيا في نفس الوقت عندهم أسامي على المستوى الهجومي بشكل كبير جدا نروح للمنتخب الثالث بقى في المجموع المنتخب الزنبي مش هنقول مين اللي بيدربوا يعني ما يتسماش منتخب عادي جدا منتخب ما عندهش يعني بقاله فترة بعيد جدا عن المستوى اللي احنا كنا شايفين فيه منتخب الزنبي في التسعينات وقوية الألفنات لما كان دايما بيبقى موجود في مجموعة مصر المنتخب مش متوقع أنا من وجه النظري شايف ان لو فيه أربع تواني أو أربع تواني اللي هيطلعوا من الست مجموعات المجموعة دي مش هيطلع منها تالت يعني أظن زنبيا ويكونوا ويكونوا بيتنفسوا على البطاقة التانية للمجموعة وراء المنتخب المغربي لكن انا مش حسس ان هيبقى فيه منتخب تالت ممكن يشق طريقه لدور الستاشر في البطولة منتخب زنبيا من المنتخبات حتى مؤخرا يعني ما تلاجع جدا كمان ما لهاش ونفس الكلام بالنسبة لمنتخب التنزاني معندهم شوار هو أضع في الحجوز المنتخب التنزاني طبعا مليون في المية وحنا حتى واجهنا المنتخب التنزاني يعني أقوى لعيب عنده وعلي سامتا للعب قبل كده المزنبي كونغولي لكن في المجمل المجموعة بالنسبة لمنتخب المغربي المغربي سهلة جدا اللي هيكون بينافس بشكل كبير انت بس تلوب على المنتخب المغربي لو مخدش تسع نقط منها والله يمش لهم يا كريم يعني هيتبقى فرصة بس بالنسبة لمنتخب المغربي ان هو يعني ان شاء الله يحسم التأهل في أول مبارتين وبعد كده يشرك أكبر عدد من العيبة للأدوار القادمة وبعد كده